اشتركوا في القناة ادوات تجزم فعل وادوات تجزم فعلين او طلب يا نور العين افتكرها كده حالات الجزم ثلاثة ادوات تجزم فعل وفعلين او طلب يا نور العين تعالوا نشوف مع بعض امثلة على جزم المضارع في جواب الطلب بداية بيقول لي ذاكر تنجح فين الفعل المضارع عندي في الجملة تنجح جميل مش شايف قبليه ولا اداة جزم لم ولما هي ولا ادوات الشرط الجزمة اللي احنا متعودين عليها ولكن انا عندي هنا ايه ذاكر ذاكر ده فعل يا جماعة تقولولي فعل امر طيب تنجح ده مترتب على الامر اللي قابليه فبقول عليه فعل مضارع مجزوم لانه واقع في جواب الطلب جميل يبقى معنا كده ان تنجح سبب جزمه انه هو مترتب على الطلب اللي قابله اللي هو كان ذاكر مثال اخر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم الفعل المضارع اللي عندي هنا كلمة تستعبد لما اجي عربه هقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ليه لانه واقع في جواب الطلب فين الطلب احسن ده فعل امر طيب مثال اخر لا تقصر في عملك تتفوق فين الفعل المضارع بتاعي تتفوق مجزوم وعلامة جزمه السكون طب ايه سبب الجزم لانه مترتب على الطلب اللي جيه قابله هو فين الطلب اللي لا تقصر لا تقصر ده اسلوب ايه ايوا برافو عليكم ده اسلوب نهي اللي فوق كان اسلوب ايه اسلوب امر كويس كده يبقى يعني ايه جواب طلب يعني امر او نهي ييجي فعل مضارع مترتب عليهم فيبقى مضارع مجزوم لانه وقع في جواب الطلب لا تتنازلوا عن الحق تربحوا فين الفعل المضارع المجزوم بتاعي هتقول لي تربحوا مجزوم لانه وقع في جواب الايه الطلب اللي قبليه كان مضارع مجزوم لانه مسبوك بلا النهي وده احنا اتكلمنا عنه قبل كده لكن تربحوا فعل مضارع مجزوم لانه وقع في جواب الطلب اللي هو كان عندي هنا لا تتنازلوا عن الحق تربحوا كويس قوي فلما اجي عريب تربحه هقوله فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه واقع في جواب الطلب جزم المضارع في جواب الطلب يا جماعة له شروط لازم ناخد بالنا منها كويس قوي ايه هي؟ اول شرط ان لازم يكون جواب الطلب مترتب على الامر او الناهي اللي جي قابليه نمرت اتنين ان جواب الطلب بتاعي يكون امر محمود يعني ايه امر محمود؟ يعني حاجة كويسة زي ما حضراتكو شايفين في الامثلة اللي قدامي تنجح ده حاجة كويسة تستعبد قلوب الناس يعني تمتلك قلوب الناس دي حاجة كويسة تتفوق تربحه كل دي بنقول عليها ايه؟ امر محمود يعني حاجة كويسة مش مزمومة يعني حاجة وحشة طيب تعالوا نشوف كده ازاي ان ممكن يبقى امر مزموم وازاي ان يبقى المضارع بتاعي وقع في جواب الطلب ومش مجزوم بيقول لي ايه؟ لا تقترب من النار تحرقك لما اجي عند الفعل تحرقك هقول له فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه اتضم ليه مرفوع رغم ان قابليه طلب لا تقترب نهي اهو لان هنا ده امر مذموم واحنا اتفقنا ان جواب الطلب عشان يتجزم لازم يكون امر محمود يعني حاجة كويسة فلما اجي عند تحرقك طبعا دي حاجة وحشة فيبقى مضارع مرفوع الجملة التانية بتقول لي اقترب من اصدقاء يقدرون معنى الصداقة الفعل بتاعي هنا يقدرون لما اجي عربه يا جماعة اقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الثبوت النون لانه من الافعال الخمسة طيب ليه مرفوع مش مجزوم علشان ما فيش ترتيب هو هنا ما بيقول ليش لما تقترب من الاصدقاء هيقدروا معنى الصداقة ده هنا بيوصف الاصدقاء يا جماعة انه هما بيقدرون معنى الصداقة فلما اجي عرب يقدرون هقول له فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون جملة نعت وليست جملة وقعة في جواب الطلب. يبقى خد بالك من الشرطين دول لو سمحت ان عشان تجزم المضارع في جواب الطلب لازم يكون امر محمود ويكون مترتب على ما قبله. تعالوا كده نجمع مع بعض الكلام اللي احنا قلناه من خلال بعض النقاط. جزم المضارع في جواب الطلب. يجزم المضارع خد بالك من كلمة جوازا. ليه? علشان لو قالك جائز ولا واجب المضارع الواقع في جواب الطلب جائز ولا واجب الجزب. لا هو جائز. يعني ممكن اقول ايه? ذاكر تنجح ويبقى مجزوم او ذاكر تنجح ويبقى مرفوع. ولكن الجزم اولى وادق. تمام. لجزم المضارع في جواب الطلب شروط. اول حاجة طبعا ان يتقدم الطلب على المضارع. يجيلي الامر او الناهي الاول. نمرت اتنين زي ما قولنا يبقى فيه ترتيب. فما ينفعش مثلا في جملة زي اللي قدامنا دي يا جماعة اغتنم فرصة تظهر لك. كلمة تظهر. الفعل المضارع تظهر لك اذا. لما اجي عربه هعربه فعل مضارع ايه? مرفوع. ليه? لان تظهر لك. مش مترتب على اغتنم. اه هو انا هتظهر لي لما اغتنمها اكيد لا. يبقى هنا ده بيقول لي اغتنم الفرصة لو ظهرت لك. او لما تظهر لك بالزبط كده يبقى ده مضارع مرفوع. ليه? لان ما فيش ترتيب. ان يكون الجواب بعد النهي امرا محبوبا فلا يجوز الجزم في مثل لا تدنو من الاسد. تتعرض لشروره. شايف الضمة قد ايه? يبقى ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. ليه? رغم انه واقع في جواب الطلب. لانه امر مذموم تتعرض للشر. بعض التدريبات على الدرس بتاعنا يا جماعة. درس بسيط بس محتاج تركيز. المضارع الواقع في جواب الامر او النهي. ها? مجزوم ولا منصوب ولا مرفوع ولا مبني. قلنا طالما وقع في جواب الطلب يبقى مجزوم. اذا كان المضارع في جواب النهي امرا مذموما ها? فانه يكون مضارعا مجزوما منصوبا مرفوعا طبعا مرفوعا. ليه? لان خلاص. احنا قلنا الشرط طالما مش متحقق يبقى مرفوع. لا تدنو من الاسد يفترسك. ما تحته خط اللي هو الفعل يفترسك. ها? مجزوم مرفوع منصوب مبني. طبعا مضارع مرفوع. لانه امر مذموم. احسني الى الناس نقط احترامهم. ها? تكسبين? تنالي. تنالي. تكسبنا. انا عندي هنا جماعة فعل الامر موجه للمفردة المؤنثة. احسني. يا ايه? يا المخاطبة المؤنثة. لما اجا جيب الفعل المضارع. لو مجزوم يبقى فعل مضارع مجزومه علامة جزمه. حذف النون. لانه من الافعال الخمسة. ليه هنا من الافعال الخمسة? لانه تصل بيا المخاطبة المؤنثة. وسبب الجزم طبعا لانه مترتب على الامر اللي قابليه اهو. احسني يحصليه تنالي. ماينفعش طبعا تكسبين. لان ده مرفوع بسبوط النون. وما فيش حاجة اسمها تنالي. وتكسبنا ده بتاع نون النسوة. الجمع. مش هي المخاطبة المؤنثة. يبقى عشان كده الاجابة الصحيحة بتاعتي هتبقى تنالي. الجملة التي لا يصح جزم المضارع في جواب طلبها. مديني مجموعة من الجمل. وفي جملة واحدة بس هي اللي ما تنفعش. تعالوا نشوف كده مع بعض المثال الاول بيقول لي. لا تؤخر عملك تتقنه. ده مظبوطة وتمام. لان جواب الطلب امر محمود ومترتب على ما قابله. فده مدارع مجزوم. اهتم بعملك تنجزه. تمام. جواب الطلب مترتب على قابله وامر محمود. قدي الصلاة تحلو الحياة. تحلو ده فعل مدارع مجزومه على منتجاز محاس في حرف العلة. لانه مترتب على ما قابله وامر محمود. في رقم ده اللي قال لك ايه بقى؟ كن ذا رأي يحترموه الناس. جملة يحترموه الناس مش مترتبة على كن ذا رأي. ده بيوصف الرأي اللي المفروض يبقى يكون عندك. كن ذا رأي يحترموه الناس. فيحترموه هيبقى فعل مدارع مرفوع لانه هو بيوصف الرأي مش مترتب عليه. طيب سؤال كده سريع كده ايه يعني عايز تفكير شوية. الحرف اللي لو انا شلته من الجملة او من كلمة يحترموه وبدلته بحرف تاني يخلي جواب الطلب مجزوم. فكر فيها كده. وتعلالي تاني هنقول ايه الحرف ده هيبقى الهاء. لو انا حطيت مكان الهاء الكاف. هقولت كده كن ذا رأي يحترمك الناس. اه كده يبقى يبقى فعلا الضمير للخطاب. فبالتالي يبقى هنا ده مترتب على ما قبله وساعتها يبقى مدارع مجزوم. لكن فهو في الحالة ديت يا جماعة لا يصح جزم المدارع في جواب الطلب. لان ما فيش ترتيب دي جملة نعت زي ما اتفقنا. وبكده جماعة نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. جزم المدارع في جواب الطلب. على وعد بلقاء جديد من دروس لغتنا الجميلة. اللغة العربية.